السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسالة فيكم فيديو جديد من سلسلة فقه الصيام اليوم درسنا عن الامساك وتحديد بداية الصيام كيف نحدد بداية الصيام طيب قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودي إذن رب العالمين قال بالسحور يعني كولوا واشربوا حتى بالليل كله يعني بعد المغرب كولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودي من الفجري ثم تم الصيام الي الليلة كويس طيب شو معنى الخيط الابيض وخيط الاسودي هلقم نحكيها فالله سبحانه وتعالى وضح لنا وضح لنا وقت الامساك عن الطعام والشراب والجماع بظهور نور الفجر عندها نبدأ بالصيام ونبقى صائمين إلى غياب قرص الشمس في العفوق إذا نحنا منصوم من لما ببلش الفجر لحتى تغيب الشمس طيب الفجر وانوك شو هو في البداية يظهر في المشرق نور أبيض بشكل أول شغلي نور أبيض ثاني شغلي بشكل عمودة إذن أول شي بيطلع نور أبيض بشكل عمودة لفوق تلاقوه هيك طالع بالسماء لفوق طبعا هو أكتر شي رح يبين وين رح يبين لما بيكون ما في أضواء كتير ما في لمبات كتير ما في أضوي كتير بالمدينة إذا بكونك مضطرف على بيت مضطرف على المدينة يسا بكون أحسان وتاني شغلي لما بيكون في أرض سهلي قدامك أرض سهلي كبير يعني الأفق قدامك يعني شو هو الأفق أنت الشي شايفه السماء وين من تقيمه على الأرض الشي اللي أنت شايفه هذا هو الأفق فإذا كان الأفق مستوي عندك مو جبل مو جبال يعني رح يبين معك الكلام هذا اللي عم تحكيه منصبوط إذن أول شي رح يطلع نور أبيض نور أبيض بشكل عمودة لفوق طالع لفوق أبيض وهذا يسمى الفجر الكاذب هذا مو فجر هذا اسمه الفجر الكاذب من اسمه نبين إذا هذا مو وقت الفجر يلي رب العالمين أمرنا أنه نمسك لما بيصير وقت الفجر ثم بعد ذلك شوي شوي بتلاقي الأبيض بلش يروح صار يطلع بداله نور ثاني أحمر وبشكل أفقي بشكل عرضي بشكل عرضي إذن ثم بعد ذلك يختفي هذا النور ويبدأ بظهور ظهور نور أحمر نور أحمر أفقي إذن هذا كان أبيض عمودة هذا أحمر أفقي ويسمى هذا النور الفجر الصادق يلي هو من عنده لما بيبلش هذا النور يصير النور الأحمر الأفقي العرضي لما بيبلش يطلع هذا بيبلش هون وقت الفجر يعني وقته بيبلش الإمساك لازم ما ناكل ونشرب بقى تمام؟ نمسك عن الطعام والشراب والجمع يعني بمعنى ثاني بيبلش وقت الفجر يعني بيبلش بيجوز أنك تصلي الفجر إن شاء الله تعالي كنا واضحة طبعا وهو الخيط الأبيض هذا الفجر الصادق هو الخيط الأبيض رب العالمين قال كنوا واشربوا حتى يتبين أنه يكون الخيط الأبيض من الخيط الأسود الخيط الأسود هو ظلام الليل والخيط الأبيض هو الفجر الصادق قال صلى الله عليه وسلم قلوا واشربوا وَلَا يَهِدَنَكُمُ الصَّاطِعُ الْمُصْعِدُ إذن دير ويكون كلوا واشربوا ولا يخربطكن دعيني نقول ما فيه المعنى أنه الصاطع المصعد الصاطع المصعد يلي هو الصاطع اللي هو الأبيض اللي بيضوة المصعد بتلاقوه متل ما قلنا بشكل عمودة فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرِ إذن وَقُلُوا وَاشْرَبُوا إذن هذا بس تشوفوا الأبيض لا تفكروا أنه هذا هو الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول طبعا والحديث عند أبو داود وحديث إن شاء الله تعالى صحيح إذن فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرِ إذن نضلوا كُلوا واشْرَبُوا حتى يطلع النور الأحمر يلي حكينا عليه بيطلع بشكل عرضي أو بشكل أفقي هاي اللي هو الفجر الصادق طيب في معظم البلدان هناك أذانين في رمضان معظم البلدان منلاقي فيه عندنا أذانين في رمضان أذانين وقت الفجر الأول الأذان الأول يكون قبل وقت الامساك بحوالي ساعة أو نصف ساعة أحيانا ربع ساعة قليل معظم الأحيان بيكون ساعة أو نصف ساعة إذن فيه عندنا أذانين بيصيروا برمضان وقت الفجر الأذان الأول هو مشان يفيقه الناس مشان تقوم بتالسحار مشان بدي يقوم يقرأ قرآن بدي يقوم يصلي تهجد تمام؟ بدي يتسحر إذن هذا مشان يفيقه الناس الأذان الأول مشان يفيقه الناس والأذان الثاني هو أذان الفجر أو أذان الامساك الأذان الامساكي اللي لازم إذا سمعنا نوقف عن الأكل والشرب إذن يكون لكي يفيق الناس هو يتسحروا إلى آخره والأذان الثاني يكون وقت الأمساك ووقت دخول الفجر وصلاة الفجر إذن هاي إن شاء الله تعالى مفهومي إذن بمعظم البلدان بيكون في عنا أذانين وقت الفجر طيب هذا الشيء موجود على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زمن الصحابي؟ أكيد موجود كان موجود هذا الحكي تبقوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا بلال سيدنا بلال كان يؤذن الأذان الأول ليفيق الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في أذانين فقط في رمضان كان يؤذن بلال الأذان الأول لحتى يفيق الناس وابن أم مكتوم ابن أم مكتوم الصحابي المعروف اللي نجد فيه الآية عبسة وتولى وابن الأم مكتوم يؤذن الأذان الثاني وقت الفجر إذن مين كان يؤذن الأذان الأول سيدنا بيلال مين كان يؤذن الأذان الثاني سيدنا ابن الأم مكتوم طيب وهو وقت الامساك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال إن بيلالا يؤذن بليل في ناس صارت خربط صارت تمسك عن الطعام والشراب بأذان بيلال الأذان الأول يلي نحن قلنا أنه هذا الأذان هو أذان بس من شان يفيقوا الناس مشان تقوم تسحار ففي ناس صارت خربط صارت تفكر أنه الأذان هذا هو وقت الامساك فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قال إن بيلالا يؤذنوا بليل بيلالا يؤذنوا عم يكون الدينية ليل لسه مو طالع فجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أيوة ابن أم مكتوم أم كان يؤذن الأذان الثاني وقت الفجر وهو وقت الامساك هذا الوقت كان يؤذن ابن أم مكتوم فالنبي عليه الصلاة والسلام عم يقول قلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الحديث صحيح في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى يكونوا واضحة إذن نحن لازم نمسك عن الطعام والشراب وقت الفجر الصادق وقت الفجر الحقيقة لا يجوز الامساك في ناس هون عن شو هون نحكي هون نحكي إنه في ناس لا خير تحسبا خدنا نمسك قبل وقت خشية من الله وطاعة لله لا يا أخي رب العالمين عطانا رخصة والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وقالنا وعطانا كمان رخصة إنه كله واشربوا لحتى يؤذن الفجر فليش لحتى أنت تمسك قبل الفجر علاق لما بيكون فيه واحد يمسك لحاله يعني نص مصيبي خلينا نقول بس المصيبي بتصير لما الشيخ بيجي بيؤذن قبل بوقت مشان إيش مشان نتحسبا لا يكون فيه خربطة كذا هيك نؤذن قبل بعشر دقائق قبل بربع ساعة لا أنت هيك خربت الدنيا فلازم نحن نمسك عن الطعام والشراب وقت الفجر ناكل ونشرب لوقت الفجر معنا فهي رخصة من الله فنحن ما بصير والله نضيف شيء على الدين ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زمن الصحابي فلم يكن دينا بهذاك الوقت ما رح يكون الدين هلق إذن لا يجوز الإمساك قبل الفجر بعشرة أو خمسة عشر دقيقة أو نصف ساعة أحيانا بقصد التعبد لأن الله أباه لنا الأكل والشرب إلى وقت الفجر إذن نحن معنا وقت ناكل ونشرب إلى وقت الفجر طيب هام جدا النقطة الأخيرة بننبع عليها بفيديو اليوم هام جدا شرب الماء عند أذان الفجر تمام في حديث مشهور عند الناس بتناقلوا كتير اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده قبل ما نباشر بهذا مشان يكون عندكم نعلم أنه المسلمين مجمعين مجمعين على أنه إذا أذن الفجر إذا أذن الفجر قال الله أكبر بسكت أنت مديت إيدك على أكل أو على شرب بعد ما قال الله أكبر بعد ما قال الله أكبر بسكت أنت مديت إيدك على طعام أو على شراب وأكلت فأنت أفطرت مي بالمي في إجماع على هذا الأمر بس قال الله أكبر شيخ ما قال الله أكبر إلا لأنه دخل وقت الفجر تمام لكن الخلاف وين صار؟ الخلاف صار أنه قال الله أكبر أذن في شيء بإيدك في لقمي في شربة مي كاسي بإيدك أنت شايلة فإجاك الحديث هذا شو قال؟ إذا سمع أحدكم النداء إذا سمعت الأذان والإناء في يده كاسة المي بإيدك مثلا فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه لا تنزل الكاسي لحتى تخلص من حاجتك تشرب إذا كانت بإيدك وقت اللي قال الله أكبر وقت اللي نادى المنادي إلى الأذان هذا الحديث رواه أبداود وهو حديث ضعيف وضعفه أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه أبو حاتم الرازي يصير تلميذ للإمام مسلم صحيح مسلم واحد من تلاميذ مسلم هو أبو حاتم الرازي ضعفوا للحديث هذا والحديث هذا غير أنه ضعفه أبو حاتم الرازي طبعا ضعفه كثير من العلماء المعاصرين خلينا نقول يعني المعاصرين معروفين حاليا الشيخ الفوزان مثلا قال عنه ضعيف الشيخ مصطفى العضوي قال عنه ضعيف في منهم قالوا عن غير حديث كمان بشبهه قالوا عنه منكر هذاك طبعا بالإضافة إلى أنه يخالف الحديث السابق السابق أنا وهم خربط بالإضافة إلى أنه هذا الحديث بخالف الحديث السابق شوه بالحديث السابق شو قال النبي عليه الصلاة والسلام هوني إن بلالا يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن أم مكتوم إذا نضلوا كلوا واشربوا لحتى يؤذن طب أذن شو معنى الكلام شو معنى الحديث معنىها بس أذن ابن مكتوم لا وقت هاكلوا واشربوا تمام فهذا الحديث إذا نحنا بدنا نعتمد عليه هذا الحديث إذا بدنا نعتمد عليه معنى أن نحنا خالفنا هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بصحيح البخاري تمام وخالفنا الآية الكريمية اللي هي بالبداية حكيناها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فالمفروض الشيخ لما قال الله أكبر هو تبيل له الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني تبيل له الفجر الصادق فلذلك شرع بالأذان قال الله أكبر معناها باعتبار أنه قال الله أكبر معناها الفجر الصادق بلش وباعتبار أنه بلش معناها بلش الصيام وباعتبار أنه بلش الصيام معناها أنت إذا أكلت أو شربت فأنت أفطرت صراحة من قبل ما تبلش الصيام فمو والله أدن نقول لحق حنم يلا يلا شراب 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 مي شراب مي كلك لقمتين أو واحد فاق متأخر يلا على الساعة يلا هاللقم يلا يخلص أذان لا ما بيجوز بلش أذان خالص انتهى كل شيء يعني اللهم إذا فيه شيء بتمك مثلا تبلعه فقط إنما أشرب أو أكل بعد ما قال الله أكبر لا ما بيصير نحن هون بيكون أفطرنا صراحة واللي عم يقول أنه بدنا نحتج بهذا الحديث عم نقول لكم نحن الإمام أبو حاتم الرازي قال عن هذا الحديث ضعيف بغض النظر من قال أنه بيجوز أو ما بيجوز نحن عم نحكي رأي أنا ماني من ما إلي رأي بهذا بهذا المسألي بحكم ما عندي علم أنا لكن نحن عم نقول علما أنه أبو حاتم الرازي مثلا بضعف هذا الحديث الشيخ الفوزان ضعف هذا الحديث الشيخ مصطفى العدوي ضعف هذا الحديث يعني برأيه برأيه الشخصي أنا برأيه الشخصي أنه خلص أذن ما في داعي بعدين ما في داعي نحن نمطمط بالأكل والشرب حتى يأذن يعني ما في داعي يأذن لأنه نحن قادم عم ناكل وشرب صح؟ يعني قبل بدقيقة دقيقتين خلص ووقف عم ناكل والشرب ما عم نقول لك أمسك عمنا الطعام والشرب والله إجباري لا إنما ووقف عم ناكل الشرب بحيث إذا إذا قال الله أكبر أنت ما يكون فيه شيء بإيذك ولا يكون فيه بنفسك لنك تأكل شيء وما أكلته لهون بيكون خلص درسنا إن شاء الله تعالى يكون حسن تنفيدكم بشيء الدرس الجاي رح نحكي عن نواقط الصيام إن شاء الله تعالى شو الشيء يلي بيخلي الصيام ينتقد ربي يحميكم ونفوكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله